قال القيادي في مقاومة الضالة أحمد ناصر إن المقاومة صارت أكثر عزما وتصميما على تطهير اليمني من إرهاب ميليشي الحوثيين والمخلوع صالح وأضف في تصريح ليمن شباب إن الضالة ومقاومتها تسير في طريق الانتصار على خطى ثورات سبتمبر وأكتوبر المجيدتين للقضاء على مخلفات الإمامة وبقاياها من الإنقلاب هنا المقاومة اليوم أصبحت أكثر قوة وإرادة وعزيمة وتصميما على المضي إلى الأمام وإلى تحقيق الأهداف وتحقيق أهداف سبتمبر وأكتوبر وتطهير اليمن من خبث أو من سرطان الحوثي ومن أخطبوط علي عبد الله صالح ومن المليشيات التي زحفت على اليمن وأنها اليوم تتراجع وتتقهخر وهي الأضعف ونحن على الاستعداد في أي لحظة للإنقضاض عليهم يشارك في هذا الموقع وفي هذه الجبهة من مريس أكثر من أبناء جبن وأبناء مريس وأبناء الضالع وأبناء الحسين وكذلك أبناء الشعيب وأبناء الأزارق وجحاف فهي يدل دلالة قاطعة على أن المحافظة في حالة التئام وفي حالة التوحد وأننا ماضون إن شاء الله إلى تحقيق النصر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر